فاز العسل اليمني بثلاث جوائز دولية في الحفل الذي نظم في العاصمة البريطانية لندن وفاز عسل السدر الحضرمي بالجائزة البلاتينية وهي أعلى جائزة تمنح في المسابقة الدولية التي تتعلق بجودة العسل في حين فاز عسل السدر العصيمي وعسل السدر الجرداني بالجائزتين الذهبيتين وشارك في المسابقة نحالون وممثلون لشركات إنتاج العسل من نحو 36 دولة وبأكثر من 295 عينة من أنواع العسل المنتج في العالم بينما شاركت من اليمن شركة شيبابيز وهي شركة جديدة تعمل في تسويق العسل اليمني وفق ضوابط تجارية ومعايير دولية محترفة وللحديث أكثر مشاهدين حول هذا الموضوع ينضم إلينا من مدينة نيويورك الأمريكية رئيس ومؤسس شركة شيبابيز الأستاذ وليد الحريري مرحبا بك أستاذ وليد معنا في نشرة أخبار قناة حضرموت وبداية نبارك لكم الحصول على هذه الجوائز الدولية وممكن أيضا تحدثنا كيف استطاع العسل اليمني من تحقيق هذه الجوائز من بين أكثر من 295 عينة على مستوى العالم شكرا وتحية لك وجميع المشاهدين الكرام أولا الفضل الله مشارك معنا في مشروع شيبابيز وخاصة في مديرية يبعث حضرموت وجردان شبوى والقصيمات في عمران المسابقة هي مسابقة لندن خاصة هي الأقوى والأشهر على مستوى العالم وشاركت فيها أكثر من 36 دولة نحن كشركة نعمل هذا مشروع جديد يحاول أن يقدم أفضل جودة عسل للعالم خاصة للأجانب للغرب لفتح ماركت جديد على المحالين اليمنيين وهناك صعوبات كثيرة خاصة أن العسل اليمني في الفترة الأخيرة انضربت سمعته بسبب الغرش المنتشر في هذه المبادرة نعمل على تحسين هذه السمعة من خلال أولا الفحوصات المختبرية في المختبرات الحديثة في ألمانيا وفي الولايات المتحدة ودراسة في نيوزيلاند وعبر هذه الاختبارات نتأكد قبل ما يخرج العسل من اليمن أن العسل أصلي وذوم داق جيد فشاركنا في هذه المسابقة ومرت هذه العينات على مستوى على مرت باختبار كيميائي أولا وثانيا في تحليل حسي والتي قامت به هذه اللجنة المكونة من 12 خبير من المملكة المتحدة وإيطاليا وتركيا وألمانيا وسربيا وسولفانيا وأيضا كرواتيا وأيضا بلروسيا فتخضع هذه العينات الاختبار التذوق الأعمى أو الذي يسموه الإنجليزي الblind testing والذي يجب على المتذوق العسل دون معرفة نوع العسل يقدم إلى الحكام برموز من أجل شفافية هذه المسابقة عالميا فالحمد لله العسل اليمني خاصة من يبعث حضر موت حصل على الجائزة البلاتينم وهي أعلى درجة في هذه المسابقة العالمية ومن ناحية الأرقام حصل على ما بين 95.5 إلى 100% من ناحية البودة بالتأكيد أستاذ وليد يعني العسل اليمني له شهرة كبيرة على مستوى العالم ولكن دعني أضع عليك سؤال أستاذ وليد أنتم أيضا في شركة شيبابيز ما هي أيضا طبيعة عملكم في اليمن؟ وأيضا من خلال هذه المسابقة الدولية كيف أيضا قمتم باختيار العينات من العسل؟ نعم هذه المبادرة حديثة الإنشاء بدأنا أطلقنا هذا المشروع في شهر ثلاثة من هذه السنة لكن الإعداد لهذا المشروع أخذ أزيد من سنة ونص أولا لأن المستهلك الأجنبي لا يعتمد فقط على الضمانة أو الثقة لازم أننا نقدم لهم منتج ذا أدلة تعكس حقيقة الضمانة ما أقدرش أنا أروح أقول على ضمانتي أو أحلف أن هذا عسل طبيعية وجودة عالية لازم أقدم لهم عسل ذا أدلة مختبرية وعلمية في هذا الجانب فخلال هذه السنة والنص عملنا من عدة محافظات اخترنا عينات من عدة محافظات من نحالين أنفسهم واخذنا هذه العينات إلى المختبرات العالمية خاصة في ألمانيا التي هي معروفة أنها تقدر تعمل فحوصات وتستخرج فوائد المنتجات من أعشاب ومن أشياء كثيرة فعبر هذا قدرنا أن نختار نحالين جيدين حتى يمرحنا إلى دوعا اضطرينا أن نترك المنطقة ونروح إلى مكان آخر يبعث وحصلنا على عينات جيدة ولكن أستاذ وليد أيضا أنواع العسل أو العينات من العسل التي شاركتم بها في هذه المسابقة الدولية ما هي أنواع هذه العسل أو العينات؟ هي ثلاثة عينات كلها عسل صدر ومن ثلاث مناطق ثلاث محافظات الأول من حضر موت مديرية يبعث الثانية من ودي جيردان من شبوة والثالثة من العصيمات في عمران فهذه الثلاثة التي شاركناها وهذه التي استقلصناها من هذا الموصل نعم طيب مستقبلا أستاذ وليد هل تظن أن هذه الجوائز أيضا ستسهم في تسويق العسل اليمني في أوروبا؟ نعم هذه خطوة أولية سمعة العسل اليمني للأسف ضرب في الفترة الأخيرة خاصة حتى اليمنيين الذين يمتواجدين في الولايات المتحدة ابتعدوا عن شراء العسل اليمني بسبب سمعته فنحن نحاول هذه أول خطوة لتحسين سمعة العسل ونحن نشتغل مع المحالين في رفع معايير جودة الإنتاج وتحسين من سمعة العسل الدوليين هذا هو من أهداف المشروع حاليا فهذا سيساعد ولكن لازم أن الجميع يعمل في الحوصات لكي تتحسن ويستفيد اليمني نعم أنا أشكرك جزيل أشكر الأستاذ وليد الحريري رئيس ومؤسس شركة بيزا شكرا جزيلا لك حدثنا من مدينة نيويورك الأمريكية شكرا جزيلا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك